أعزائي المشاهدين مساء الخير عليكم في حلقة جديدة من برنامج دار الطبيب للموسم السادس على قناة الصحة والجمال دايما برنامج دار الطبيب كان منصة إعلامية للعديد من السادة الأطباء النخبة في كافة التخصصات ودايما بنتشرف باستضافة الأستاذ الدكتور ماجدي سيف كواحد من النخبة في أمراض القلب معي النهاردة طيف الكريم دكتور ماجدي سيف دكتوراه أمراض القلب ورئيس أقسام القلب سابقا وزميل الجمعية الأمريكية لأسطارة القلب وصاحب المشاركات الكبرى في مؤتمر الأساطر المعقدة في الفلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية خلينا نشوف إنجازات دكتور ماجدي سيف ومن أهم إنجازاته موضوع أسطارة الحياة السلام الخير يا دكتور ماجدي السلام نور دكتور ماجدي طبعا إحنا هنتكلم باستفادة على إنجازك الكبير في موضوع دعامة الحياة بس في البداية عايز أتكلم مع حضرتك في موضوع يهم كتير من السادة المشاهدين وده اللي كان على أساسه الاستضافة دي لإنجلنا طلبات كتير من السادة المشاهدين عليه في كتير من الشباب بيكون سنهم بنيتروح ما بين العشرين للتلاتين سنة وبعد كده كمان موضوع بيقل في النسبة ما بين التلاتين لغاية خمسة واربعين سنة بيكون شاب لسه في مقتبل العمر وفجأة بنسمع عن المؤفاء المفاجأة والموت المفاجأة طبعا الموضوع ما بيكونش باين له أي أعراض أنا بكلم حضرتك عن شخص صحيح تماما في الشكل الخارجي له وفجأة لقدر الله بيتوفى في البداية طبعا الكلام ده بيكون من غير أي عيوب في القلب في البداية عايز أفر من حضرتك إيه أسباب شيوع الموت المفاجئ بالشكل الكبير اللي إحنا ملاحظينه دلوقتي ما بين الشباب بدون أسباب هو طبعا يعني إيه هو الموت المفاجئ هو إنسان بيموت بعد ظهور أعراض لمدة ساعة يعني فيقل من ساعة بيكون مات العدد كبير من زي ما إحنا متخيلين يعني في أمريكا عملوا إحصائية لا واحد في الألف واحد كل ألف كل ألف أمريكا عددها 300 مليون يعني قدنا 3 أضعاف آخر إحصائية بالزبط يعني اللي كانت طلعة السنة دي كان 359 829 وفاة في السنة في السنة الوحدي حاجة جبيرة جدا طبعا هي طبعا بتقل بالنسبة للرياضيين بتبقى يعني واحد كل خمسين ألف واحد كل خمسين ألف نعم في العادي اللي هي إيه واحد في الألف طبعا إحنا إحصائيات بتاعتنا هنا مش معمولة قوي هنا زي أمريكا ولكن إحنا بناخد قياسا على أمريكا إذا كانت هي يعني ثلاث أضعاف فإحنا هنقول إحنا تلتهم تلت تلت فالموضوع كبير يعني واحد كل ثلاث تلف لا يعني واحد آه يعني هيبقى لا أنا بكلم على العدد توتل التوتل عنده مثلا عنده 300 ألف يبقى أنا عندي 100 ألف في السنة بالتقريب فهمتك فهمتك التوتل كيسيس كانت التوتل كيسيس فطبعا دي حاجة يعني بالنسبة لنا بتبقى مرعبة على أساس إحنا عاوزين نعرف لو في أسباب نقدر نشوفها ويعني نعالجها هو ده بالفعل إحنا في الأول الأخيرة بنا نسمع عن أصدقاء لنا أو شباب وفجأة موت مفاجئة وطبعا إلا ما يبقى رياضي ولا ممثل ولا كده بتبقى خبر صادم للجميع يعني ولكن إحنا طبعا لازم نعرف إن في حاجات فوق يعني 30 سنة وحاجات يعني تحت 30 سنة ممكن بتحصل في الأطفال الأطفال ده إزاي طفل ويطلع عنده يعني ويجي توفى موت مفاجئة في حاجات زي إن الشوريان مش طالع من مكانه واخد كرس مختلف في حاجات في كهربة القلب حاجة بيسموها في الرسم القلب حاجة اسمها لونج كيو تي دي بردك بتعمل حاجة تانية بردك اسمها برجادة حاجة في الكهرباء اختلال في كهربة القلب اختلال في كهربة القلب بشكل مبسط يعني هو اختلال في كهربة القلب وتضخم أولي في عضلة القلب يعني إيه تضخم أولي في عضلة القلب يعني عضلة القلب سميكة ومضيقة مخرة جدا لأ مالش خليني أخرج عن النص شوية حضرتك بتقولي إن في تضخم يعني حد مصاب بتضخم في عضلة القلب أولي مولود خلقيا بيه وده لما بنلاقيه بنلاقيه لو حد من العيلة توفى بهذا المرض بنجيب أبو يعني والده والدته أخواته وبنعمل لهم زي فحص أيوة وبنشوف ده عنده تضخم ولا لأ عشان نقدر نلحقه طب معه فيه برضو فيه أي تضخم إحنا بقول تضخم وعمل وراس يعني واحد توفى بسبب التضخم تمام يعني يكون عنده فيه في الهيستوري بتاعه حد توفى طب بالنسبة للناس الرياضية يعني فيه ناس رياضيين اللي هم العايدين كبير لأجسام بالذات بيعندهم تضخم في عضلة القلب يعني العدد كبير برده بيكون أكثر شيوع عن الوفاة فيهم ولا ما بيكونش موجودة طالما ما فيش العمل الوراسي لا طالما ما فيش العمل الوراسي جيه هنا في جامعة القاهرة كانوا عملوا ريسيرش على عشر تلاف مريض ماش مريض يعني واحد بعملوا ريسيرش عادي لأوا 291 عنده عوامل الخطورة عوامل الخطورة عنده سكر وضغطه وتدخين المهم موقع والعمل الوراسي فده 290 من العشر تلاف كان جامعة القاهرة عملت ريسيرش ولأوا العدد ده فده عدد كبير ده بالنسبة طبعا للايه الأقل من الايه 30 سنة طيب دكتور مجدي فريق الاعداد لما جاد أرس في الموضوع ده لقينا حاجة غريبة جدا لما بيكون شخص مصاب في الشريان التاجي ما هو ده اللي بقى فوق الايه 30 ما هو بالزرق لا وبرضه لما بيكون حد عنده الشريان التاجي فيه مشكلة حتى لو كانت خلقية بيكون أقصر عرضة للموت المفاجئ ما هو ده الطفلة اللي بيطلع الكورس بياخد كورس مش ماشي في الكورس الطبيعي بتاعه ما هو افرد الشخص يا دكتور مجدي مش عارف ساعتها بيكون الوضعية ما هو الشخص لو مش عارف احنا يعني مش هنقعد نقعد لكل الناس أساطر بالزبط يعني احنا لو احنا شكينا ان في حاجة زي كده بنعمل على الأقل أشعة مقطعية ونشوف كورس الشريان التاجي ماشي ازاي انا مش حقدر نعمل لكل الناس أشعات مقطعية عشان نعرف الكورس بتاعه بتقولي شكينا صحي دكتور مجدي عايزك تشرح لي وتشرح لي سادة مشاهدين بالزبط ايلي شكي خلينا نشك يعني في عامل وراسي عنده مثلا اخوه اخته اي حاجة مات موت مفاجئ هو طفل ابتدي بقى ادور اعمل كل حاجة انما مش حنسك الاطفال كلهم اعمل لهم كده الاطفال كلهم اعمل لهم ايكو الاطفال كلهم اعمل لهم رسم قلب يعني علشان اشوف في حاجات في رسم القلب في تضخم في عضلة القلب في سمامات في القلب يعني ادور بالايكو برسم القلب الحاجات اللي اقدر اعمل انما لو في بقى حالات وفاة ولا حاجة تاني طيب الاشخاص يا دكتور مجدي يعني انا قدامي عدد كبير جدا من الحالات عندهم عدم انتظام في ضربات القلب ده برضه بيكون عنده نسبة الإصابة بالموت المفاجئ بتكون عالية هقول لحضرتك ليه نقدر نعمل معهم هقول لحضرتك ليه إحنا عندنا القلب المعدل بتاعه 60 دقا في دقيقة تمام يعني القلب بينقبط وينبسط وسمامات تفتح وسمامات تقفل ودم يروح لكل أعضاء الجسم ودم يرجع لكل أعضاء الجسم ده في كله في خلال إيه ثانية واحدة تمام الطفل ببدئات قلبه 120 دقا في الدقيقة يعني معنى كده إيه يعني كل ده في نص ثانية يعني كل ده في نص ثانية ينقبض ويمفتح ودم يروح ودم يرجع وسمامات كل ده في نص ثانية فإحنا عندنا في حاجة اسمها البطارية بتاعة عضلة القلب البطارية ده هي في الأزين الأيمن دي عبارة عن حجمها زي العتساية العتساية دي بيحصل ليه بيطلع منها نشاط كهرابي نشاط كهرابي بتروح الأزينين ينقبضوا وبعدين تروح للبوتنين ينقبضوا فكل ده في ثواني نفرض إن حصل عطل في البطارية دي إيه اللي بيحصل عندنا حاجة احتياطي واحد واثنين وثلاثة واربعة لإن في حاجة تانية بعديها اسمها اليفينوت وبعد كده بتنزل بيتنزل أستاكة عربائية وخلاكة عربائية للبطين ولكن عبها إنها بتوقف دقات القلب تقريباً يعني عند ستين وحاجة اسمها لو أكسلريتها عند ستين أنا عاوز أجري ما أقدرش أنا مش حقدر توصل للـ 120 فده بيحصل اختلال في عضلة الألق وساعات الاختلال أكتر بيجي ركفة بطينية ده اللي بيموت ركفة بطينية بيجي مثلاً على تلتمية البطين بيتوفى لازم بيغم عليه في ظرف من 10 إلى 15 ثانية ولازم ألحقه في الفترة دي برضه معايش حاجة بتتكلم في 10 إلى 15 ثانية أيوة بيغم عليه أيوة هو طبعاً الإنسان بيتوفى المخ بيتلف بعد قد إيه بعد من 4 إلى 6 دقايق يعني أنا لو ملاحقتش المريض ده من 4 إلى 6 دقايق فحيبقى يقول يعني إنسان بلا شخصية نايم ما يعرفش حاجة في الدنيا يعني هو بيتنفس يعني اللي نقدر نعمل إيه كإسعافات أولية للنوع ده من المرضى طبعاً لغاية اللي هو يلجأ للمستشف يعني كان فيه هو لسه وماشي الموضوع ده دلوقتي وأعتقد أن الدولة لازم بتدعمه اللي احنا عاوزين نعمل اللي هو إنقاذ حياة إنقاذ حياة ده نعمل إيه؟ اللي احنا طبعاً بنضرب الطاقم الطبي والتمريد والفنيين والكلام ده كله على الأساس لو حصلت أي حاجة يقدر يتعامل معاه ولكن أنا بيهمني إيه البابلك طبعاً أحز 30% من الحالات لا هو لو أقع قدام حضرتك ده منحظه الصعيد يعني يعني من أي حد ما هو ده في الدنيا كلها ولكن دلوقتي كمان والتجربة إنه هو يحط اللي هو الجهاز اللي هو بتاع الصدمات يتحطه في المولات والإستادات والمترو ومحطات المترو بحيث أنا يبقى عندي بسرعة والحق قبل ما العيين إيه يروحوا يعني طيب خليني أقولك على حاجة برضو كانت غريبة جداً يا دكتور مكدي الإغماء الغير مبرر يعني كتير من الأشخاص ممكن تسمع إن فلانة مثلاً أغم عليها في وقت ما على مدار اليوم أكيد طبعاً وشخص تاني برضو في مدار اليوم أغم عليه تمام الإغماء طبعاً أول حاجة بتيجي في دماغ أي فرض من العامة لا هو أكيد أنيميا مش هيجي في دماغه خالص إنه هو ممكن يكون في مشكلة الأنم بالزبط أنا طالع واحد يعني طالع يجري وراء الأوتوبيس وقف وأغم عليه وبعدين شوية وفاق واحد تاني يعني بيلعب ماتش كورة وبعدين وقع أو وقع أو هيغم عليه ده بيقول إيه أسا أنا ملعبتش من زمان أنا مرهق المهم الناس دي عملنا لهم فحص يعني لأن عندهم إيه تضخم أولي في عضلة القلب تضخم أولي في عضلة القلب سادة مجرى الدم أما التضخم ده سادة مجرى الدم يعني ليه بسبب زي ما واحد بيقع بيقع ليه لأنه هو عبال لما البطارية اللي إحنا قلنا عليها اللي هي البطارية اللي حجم العدسة دي بتشتغل بتوقف بتشتغل الاحتياطي دي بتاخد ثواني ممكن يقع يقولك دي أنا باجر عليه وهو واقع وبعد نقام لوحده وبتكرر دي مع الكبار على طول يعني ده متكررة فده طبعا أنا عرفت خلاص إيه السبب هل هيركب له بطارية جهاز بيسميكر برضو يا دكتور لما نيجي ندور في موضوع الموت المفاجئ للأسف أنا لقيت حاجة غريبة جدا وعايز حضرتك تفسرها هتفضل في عوامل كتير قوي مسببة للموت المفاجئ يعني لما نيجي نتكلم لقينا موضوع عدم انتظام ضربات القلب لما يكون عنده تضخم أول في عضلة القلب بالوقتي في سؤال عندي بيتكلم من السمنة المفرطة بتكون من الأسباب الكبيرة جدا في سبب الموت المفاجئ طب يعني حضرتك كده احنا بنقول إن في لسبة كبيرة في عوامل خطورة في حاجات عوامل خطورة عوامل خطورة زي ايه؟ زي اللي هي بتاعة الشرين التاجية اللي احنا قلناها ايه هي السكر السكر ده لازم يبقى الإنسان يبقى صديق له السكر السكر لأنه هو صديق خائم لأنه لو ما تحكمش فيه ما تحكمش في السكر هيخونه يعني ايه هيخونه هيأثر على كل أعضاء جسمه بما طبعا فيه المخ والقلبه يعني كل أعضاء جسمه ثانين الضغط مفيش واحد يجي يقول ايه أنا باخد بقيس ما بقس الضغط أنا باخد حبيت الضغط لما يجي له صداع ده الكلام ده مش مظبوط لأنه هو مين اللي قال إن الضغط بيعمل صداع في كل الناس يعني ممكن يبقى فيه ضغط ومشان صداع اه طبعا ضغط يصامت ويبقى ضغط يعني شرس جدا وهو انت متعرفش انت مقس الضغط فبياخدوا الحبوب على اساس ايه؟ احنا على فكرة بالمناسبة لقينا لما عملنا مسح لجمهورية مصر العربية لقينا 26% من الشعب المصري عنده ضغط ما عندي ضغط اه يعني 26% من الناس عندهم ضغط فطبعا والكلسترول والدهون والتدخين طبعا يعني التدخين ده عامل ايه؟ اساسي في الموضوع طيب فيه شريحة يعني فريد الهداد بعد هالي أنا عايز برضه افهم حاجة وجهة نصرك التباية يا دكتور مجدي هل شريحة الاي سي دي او منظم ضربات القلب هل الجهاز ده فعلا اثبت كفاقته في الوقاية من يعني حدوث الوفاء المفاجئ ولا الجهاز ده نقدر نقول انه هو لسه في قايد تحت التطوير لا طبعا اثبت امت بقى بركبه انا اركب الاي سي دي انت لما لقي ايه؟ واحد وصل للمستشفى وانقصته ده انا احطله على طول جهاز من غير اه واحد في العيلة مات ومجد يبتبقى شريحة يا دكتور مجدي حاجة تحت الجلد بتطلع النباضات بتكوي اللي هي بتضرب الضربات اللي هي الزيادة زي جهاز بس ده بيطلع ايه؟ كمان المهم يعني لقيت واحد كمان في امريكا مثلا بيركبه امتى؟ لو لقع العضلة اقل من 35 فده معرض كفاة العضلة اقل من ده بيركبها احنا هنا بندي ادوية ما نقدرش نركب لكل الناس بتوع هبوط عضلة القلب اركب له اي سي دي وواحد اين لو عنده حد من العيلة توفق برضك بسبب اللي هي ايه الرفرفة البوتينية فلازم اركب له ايه؟ الاي سي دي طفل طفل عنده حاجة اسمها لونج كيو تي لونج كيو تي ده في رسم القلب ده من ضمنها ركب له الاي سي دي حاجة تاني بقى سمبساديك دي نرفيشن ليفت كارديك سمبساديك دي حاجة تاني بتتعامل برضك انما منها الاي سي دي واحد تاني عنده برضك في رسم القلب حاجة اسمها برجادة بيتموت فلازم اركب له الاي سي دي يعني افهم لحضرتك يعني الشاباس ما يكونش كلام اختبط علي ان اي شاب عنده عدم انتظام في ضربات الاي سي دي لا 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 في فرق بقى بالزبط انت نركب الاي سي دي انا اقوله ان هو واحد وصل المستشفى وعملنا له اسعافاته وكان حايموت واحد اخوه جاله اللي هو اللي قلنا عليه انه هو قلبه توقف من الرفرفة البطينية عنده تاريخ اسعافاته اه طبعا محايموت دي اللي هو نفسه عامل وراسع عنده فده بركب له واحد عنده في رسومات القلب اللي هو اللونج كيو تي ده البورجاد ده اللي اقل من خمس او تاريخ يعني ليه انديكيشن كثيرة ساعته تركب ساعته تركب وانه مش واحد بيجيله ضربة مهاجرة ضربة كلنا بيجينا حاجات استثنائية ايه بس عشان ما نخوفش الناس ونبقى رعبين الناس لا واحد اللي قول انا عملت رسم قلبي وطلع عندي سدد فدفيره اليمين طب معا ده عادي ما فوش حاجة يعني ده مش مرض وبردك اللي جاتلي ضربة قبل معادي ده عادي ده مش هو ده اللي خوف احنا بنتكلم على الحاجات اللي بتؤدي للرفرفة البطينية اللي بتوقف القلب طيب خلينا انتقل معك لموضوع مهم جدا في موضوع الاساطر طب احنا ذكرنا الموضوع ده في لقاءاتنا السابقة بس جالنا كتير من السادة المشاهدين تعليقات مش فاهمين النقطة دي بالذات موضوع الاسطرة التشخيصية والاسطرة العلاجية لما بيجي مش هاد بيروح للطبيب المخلص بقولوا انت نحتاج اسطرة فهو فاهمنا انا داخل اتعالك انا هعمل اسطرة فانا هخف من المرض اللي عندي اي ان كان اللي انا عايز افهمه منك يا دكتور مجد يعني ايه اسطرة تشخيصية واسطرة علاجية وهل اللي اتنين بيتدامنجوا مع بعض او بيتعاملوا مع بعض عشان كده الناس واخد قولابة عن لفظ اسطرة هو طبعا الاسطرة يعني هي 80-90% الكلام اللي حضاك قلت انها برضك الاسطرة بستخدمها بحاجات تانية قفل صقب توسيع سمام دراسة كهربائية وكايل البقرة الكهربائية دي برضك عن طريق الاسطرة بس طبعا الـ 80-90% اللي هي اسطرة لتصوير الشرايين التاجية يعني ايه اكتشاف المجهور فاحنا بنصور وبعد ما بنصور لو لقينا دي بنعمله ايه بنحط له دعامة فاقلم ايه هاني نحط له دعامة دي اسطرة علاجية التصوير ده اسطرة تشخيصية الاسطرة التشخيصية ما بتعملش حاجة هو تشخيص فقط تمام طيب بالنسبة للسادة المشاهدين اللي سمع حضرتك ومقبل على عمل الاسطرة تمام عايز بقى استفيد من وقتك واستغلك ونوجه رشدها باهم النصائح والاشتادات ما قبل عمل الاسطرة ايه التعليل اللي عملها اعمل ايه بالزبط هو احنا بنعمل سورة دم كاملة واحد وبنعمل تحاليل وظيف كلا دي اهم حاجة تاني حاجة لازم المريض لو بياخد دواسيولة يفكر الدكتور ليه لانه ممكن يجيلي وانا اقول له انت محتاجة اسطرة ويجيلي بعد شهر وانا نسيت لازم يقول لي انا بياخد دواسيولة انا بتعالج من كذا 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 لا طبعا لان طبعا مع زحمة الحياة انت ممكن تنسى فلازم يقولك انا بياخد دواسيولة انا دا بيبقى له طريقة معينة بنوقف الدوا دهوت لمدة خمس ايام وبندي ابر مكانه وبنعمله الاسطرة مفيش مشكلة بس انا ضامن ان مفيش نزيف ساعة الاسطرة دي اهم حاجة غير كده بيصوم ثلاثة لاربع ساعات اربع ساعات قبليها يشرب مية الناس فاكر انه صايم يبقى مش هيشرب وما يقولش من امبارح لا قبليها باربع ساعات يبقى واكل مفيش مشكلة انما يشرب مية لغاية قبليها بساعة فمفيش مشكلة بالنسبة لنا طبعا هيعمل الاسطرة يقام من الرزغ يقام من اعلى الفخت فينظف طبعا اعلى الفخت عشان مكان الاسطرة دي اهم حاجة تهمنا في للمريض عامل تحاليله وجيه وصايمه او يعني وشرب مياه ومفيش مشكلة بعد كده انا عايز اقولك على حاجة دكتور ماجدي يعني دايما اللقاءات اللي ما بيننا بتكون سريعة جدا انا يعني عشان غطي الاسكريبت ده انا محتاج مش حلقة واحدة انا محتاج يعني يبقى برنامج دكتور ماجدي سيف عموما في عجالة عشان وقتنا للأسف طبعا انتهى واخر سؤال معانا عايز اعرف من حضرتك طبعا بما انك من الناس اللي بتفضل دايما سلك التأمين الصحي عايز اعرف موضوع استخدام الاساطر بداخل التأمين الصحي تطور بغاية فين لان انا عندي برضو وصل ان الموضوع وصل ان كل شخص ممكن يستخدم بغاية تلت دعامات عايز اعرف الموضوع ازاي مراحل بتاعك يعني هاختصر قوي ولكن انا هقول قبل صورة 30 يونيو كان فيه شيء وبعد 30 يونيو كان فيه شيء انا عصرت كل ده يعني قبل 30 يونيو كان العين بيركب العادية دعامة العادية اللي بتتسد 40 في المية لمرضى السكر وما ينفعلوش وما ينفعش كان مثلا فيه مرضى يعملش عملية فيعمل ايه بيروح يبيع عبش بيته علشان يجيب كمان الدعامة علشان يركبها بمكان خاص لما جات صورة 30 يونيو اول حاجة عملت ايه يعني ده كان في اكتوبر او على طول في اكتوبر عملت منقصة جديرة جدا ده من صحة ونفق الدولة وجمعة يعني على مستوى الجمهورية ووفرت الدعامات الدوائية كان فيه جزء دعامات عادية ولكن المناقصة اللي بعديها لغت من اول 2017 لغت الدعامات العادية وبقوا كله دوائية دوائية والعيان بيتركب له ثلاثة في المرة الوحدة يعني دي حاجة كبيرة اعرف حضرتك الثلاثة دول عشان يعملها في مستشفى خاصة حوالين الرقم يعني سبعين الف فيه الخمسة وستين وفيه خمسة وسبعين وفيه السبعين يعني ايه مبلغ مين اللي حيقدر يجيبه في الدولة وفرت للمريض حاجة ما كانتش انا مكنتش متخيل انه ممكن حاجة تحصل زي كده ده حاجة يعني اعتبر من انجازات الدولة المصرية في حاجة رئيس السيسي يعني تشوف احنا عندنا بيبقى ممكن قد ايه انا مش يعني مش عاوز اقول اعداد كبيرة ولكن ممكن في اليوم خمستاشر مريض في مستشفى واحدة خمستاشر مريض في مستشفى واحدة خمستاشر مريض في مستشفى واحدة اه دكتور مجدي انا سعيد جدا باللقاء مع حضرتك انا اسهل وعزائي المشاهدين اتمنى انتوا تكونوا استفدتوا من لقائي مع دكتور مجدي انتظروني في الفقرة الجاية معايا واحدة من النخبة دكتورة رباب امين فكري الديد في امراض الكبد والجهاز الهضمي انتظرونا اشتركوا في القناة كتابها اشتركوا في القناة